زين، رسالة تقول السلام عليكم شيخ، أعطني طرق كيف تكسب المرأة زوجها ما رح تكسبها زين، لكن سأقول معني أنا أقول أن الزوج كالطفل كيف تكسبين طفلك؟ تكسبين زوجك ترى الرجل في العاطفة عقله صغير الرجل في العاطفة عقله صغير، يصدق المرأة في العاطفة عقلها كبير بمعنى المرأة من النادر جدا، من الصعب أن ت... أريد أن تكلم مسألة المرأة، الرجل من السهل أن يحب واضح؟ من السهل أن يحب لكن المرأة في صعوبة بالغة حتى تحب لهذا أنت لما تقولين كيف أكسب زوجي بخلاف الرجل إذا قال لي كيف أكسب زوجتي يعني هنا نعلم يوجد صعوبة يعني المرأة إذا وصلت لمرحلة قالت لزوجها يا أخي أكرهك اعلم أنها فعلا تكرهك فعلا في هذه اللحظة فعلا تكرهك لكن إذا قالت لك المرأة إني أحبك طبعا غير نهاية الشهر إذا لم يكن نهاية الشهر وسط الشهر وقالت أحبك اعلم أنها صادقة لهذا الرجل عقله في العاطفة صغير بسرعة يحب بسرعة لأن عقل الرجل لا أريد أدخل في التفاصيل هذه يعني أحيانا ليس كل ما يعلم يقال وإلا التاريخ مليء التاريخ في هذا مليء حتى يعني المهم المهم أما المرأة فعقلها راجح في مسائل الحب يعني المرأة إذا يعني اعترفت وقالت أحبك لزوجها طبعا فاعلم أنها فعلا صادقة أما الرجل تعادي يكذب ترى يلا أحبك يا أنا ويمسك الموبايل ها مثل العرس للمرأة الثانية لكن المرأة صادقة لهذا كيف تكسبين زوجك تستطيعين أذواق الرجال تختلف منهم من تستطيعين أن تكسبه بعينه واضح؟ بعينه ومنهم بأذنه ومنهم بقلبه ومنهم بمعيدته واضح؟ يعني الرجل يعني الرجل صاحب البطن هذا أسرع طريق له المعيدة واضح؟ يعني إذا كانت لهذا تجد للأسف كثير يعني من شباب الخليج مثلا مثلا يقول والله خذ الجنسية كذا شاطرة شاطرة جدا يا شيخ في الطبيخ هذه في الطبيخ الكبة والتبولة تجد خلاص همه أن خلاصية زين هي ماذا؟ همه ماذا؟ شواشني المخرج همه الأكل لكن الرجل الذي همه لحين تقول والله فعلته كذا وذوقه كذا وعائب بريستيج والكلام يعني السمع في منهم سمع يا أخي ذوق عنده ذوق حتى في فمداخل القلب للرجل تختلف عن رجل آخر المرأة الفطنة تنظر مدخل القلب للزوج ما هو؟ طبعا أنا أعلم هناك رجل إنسي يحتاج إلى يعني مدرع الطرق أعلم لكن في الغالب أن ينظر لزوجها بعض الرجال مدخله العقل يعجب المرأة العاقلة يعني لما يرى امرأة عاقلة يقول هذه هي وبعضهم يعجب المرأة الغبية الساذجة يعني أذواك رجال لهذا كيف تكسبين الزوج لا أحد يستطيع أن ينفعك بهذا أكثر من نفسك لكن المجمل الطاعة ها المجمل الطاعة أسرع طريق لكسب الزوج عدم عسيان أمره والطاعة هذا الذي يتفق عليه كل الرجال أما الباقي فيختلف ماذا؟ باختلاف ذوق الرجل واضح اختي لهذا الرجل ما ينفره الرجل ما الذي ينفره عن زوجته الغيرة بعض النساء أعوذوا بالله من الشيطان الرجيم هي وإبليس عندهم عقد أبدي في الغيرة حتى إبليس يجلس ويضع قدم عقدم ويقول خلاص أنت تولي الشغل الله أعطيك العافية النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لا تتزوج يا رسول الله من نساء الأنصار؟ صحابيات قال عليه الصلاة والسلام فيهن غيرة شديدة إذا النبي صلى الله عليه وسلم عدم زواجه من الأنصار من نساء الأنصار بسبب الغيرة عليه الصلاة والسلام ما يوجد رجل يطيق الغيرة أعلم أن الغيرة على فكرة لمعشة الرجال ليس كل امرأة تغار عليك تحبك الغيرة عند المرأة مبدأ كرامة الغيرة عند المرأة يجب أن تعقلوا هذا يعني لا تظن أنه تغار عليك تقول يا شخي ما تحبني أصلا بس تغار لا المرأة أصلا إذا فقدت الغيرة عنك ولم تغر عليك اعلم أنها وصلت لمرحلة أن ترى ملك الموت ولا تراك زوجتك إذا وصلت لمرحلة لا تغير عليك اعلم أنها وصلت لأمر أن ترى ملك الموت ولا تراك خلاص أنت عندها في هامش الحياة أنت وصلت عندها إلى هامش الحياة على رف حياتها لهذا إذا المرأة تغار اعلم أنها تغار عليك من أمرين إما حبا والرجل يعلم وإما كرامة يعني احترمني احترم وجودي يا ابن الناس هذا هو الأصل هذا هو الأصل أما أن تجعل أن الغيرة فقط حب لا كرامة والأمر الثاني الذي تلام به المرأة الغيرة المفرطة يعني بعض الرجال يعني مسكين تجد رجل مشى في المول مثلا عندنا في المول الذين الأسواق الذين يبيعون العطور تجده يتعلق بك جرب يا شيخ جرب هذا يسأل المجربين ترى ويرش عليك أربع خمس أنواع من العطور تصل للمنزل حاسة الشم تعمل على بعد واحد كيلو عطر جديد من أين لك هذا؟ هذا من أين لك هذا ما يعني أنت تصدم تقول فعلا أنا عطر جديد من المول؟ مول ها؟ مول أكيد أي مول؟ أي ساعة؟ من الذي رش عليك؟ ما اسمه العطر؟ تتعرض لتحقيق فالغيرة المفرطة هذه تنفر الرجال يعني ما يعقل أنت كل شيء غار عليه ترى عائشة لما كسرت الطبق قال النبي صلى الله عليه وسلم غارت أمكم وعاقبها بأن أتت بطبق إذن أحياء المرض تعاقب على الغيرة لا تقول لي أنا لا تعاقبين على الغيرة المفرطة لكن الغيرة الحب لذيذة يعني الرجل العاقل يجب أن لا يعاتب زوجته على غيرة الحب بالعكس هنا يشعر بقيمته لكن غيرة الكرامة إذا جاءت يجب أن يعلم الرجل أنه انتقص من قدر زوجته واضح؟ المسألة بهذه كثير لكن كيف تكسبين قلب الزوج؟ كما أسلفت بالطاعة هذه الطاعة هو الوعاء الأعظم لإحتواء الزوج هو الوعاء الأعظم يعني آه ماذا تريد كذا وكذا أبشر من عيوني تامر إذا أنا الله بتلاني بغيرك عفوا يعني أنا فيه بحياتي غيرك وتأتي قال يسكت الزوج هناك أزواج يخلق المشاكل هناك طبيعة أزواج يخلق المشاكل إذا لم يجد مشكلة يبحث عن مشكلة يخلق وهناك زوجات تحاول أن تميت المشكلة بالطاعة فلهذا الوعاء الأعظم هو الطاعة ثم طرق الزوج يعني مثلا أنا قلبت البرنامج استوجيه أسري أعطني أعطني